شركة فايزر المصنعة للقاحات المضادة لكورونا تتحدث عن إنتاجها الأخير الذي يتمثل بقرص سجل فعالية كبيرة في الوقاية من العدوى وأكدت شركة فايزر على أن الإحصاءات الأخيرة أشارت إلى أن القرص الجديد تصل فعاليته الوقائية إلى 90% وستمنع الفئات المهددة من دخول المستشفيات وتقلل من الوفيات كما يتمتع المنتج الجديد بفعالية عالية ضد متحور كورونا الجديد أوميكرون وأعلنت الشركة المصنعة للعقارات عن إجراء تجارب سريرية حققت نتائج إيجابية حيث سجلت البيانات نتائج إيجابية مؤقتة لألف متطوع من أصل 1200 شخص ولم تشر إلى أي وفيات بين متلقي فايزر مقارنة مع وفاة 12 شخصا من متلقي الدواء الوهمي وقالت شركة فايزر التي تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة الأمريكية للتصريح لمنتجها الدوائي الجديد إن من الممكن تجهيز 180 ألف جرعة من الدواء للشحن مع نهاية العام الجاري بالإضافة إلى إنتاج نحو 80 مليون جرعة مضادة على الأقل في 2022